الأخبار والأمور المهمة جدا. الأهلي طبعاً تعرفين أنه بارح كان الأهلي يوجه الدعوة للجماهير يا جماعة. تعالوا اشتروا أو مش اشتروا. تعالوا خذوا التذاكرة. إحنا بنوضحها على الجالية المصرية وعلى جمهور النادي الأهلي من مختلف أنحاء العالم اللي حابب أنه يحضر مطش يجي في مكان مخصص للتيكتس بتاعة جماهير النادي الأهلي في مركز تقريب نادي الرجاء تحديداً. عشان تاخد التذكرة. وأنا أعرض لحضرتكم صور حقيقية وفعلية لما حدث اليوم. النهاردة النادي الأهلي وزع التذاكر على عدد كبير جداً من الجماهير المصرية. سواء بقى المتواجدين هناك في المغرب أو الجماهير اللي توافدت من مختلف الدول لكازاب لانكا عشان يحضروا مبارات للأهلي ويسندوا الفريق. فالنهاردة بالفعل تم توزيع التذاكر. وإن شاء الله بإذن الله نشوف عدد لبأس بي من جماهير النادي الأهلي في مبارات الوداد يوم الاثنين بإذن الله تعالى. وأي أن كان العدد. يريدت يا جماعة جبولي في فيديو بتاع الراجل المشجع حبيبنا ده متعام بارح ده. أي أن كان العدد. قدينة شفنا إن بارح واحد راح حضر. طب ماشي خلينا نكلم على الصور الأول. اللي هي دي الصور هي بتاعة الجالية المصرية في المغرب وبعض الجامهير ممكن تكون متوافدة من الخارج عشان تحضر مباراة عدد كويس. واضح فيه إجبال يعني. ودي حاجة إجابية قوي 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 في ماتش بظروف زي دي بندية زي دي. وطوابير وكلام من ده إذن إحنا كده بإذن الله على وشك إن إحنا نشوف عدد كويس قوي قد يصل إلى مش عايزة بالخ قوي يعني خلينا نقول 3000. 3000 مشجع يكونوا موجود على أقل تقدير يكونوا موجودين مع الأهل في الماتش ده عشان يسندوا.